السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بدنا نعمل صينية عزيم بتبيد الوجه ما حيضل حدا ما يسألكم عن وصفتها كتير سهلة ومبسطة ونتيجتها جدا رائعة صار بدنا نغير شوي عن الصواني يلي بالكريمة البيضة بدنا نعمل هيك ألوان حلوة بالتقديم مع نكها كتير طيبة ومدوزنة بلشوا حفظوا الوصفة عندكن لتجربوها وتقولولي رأيكم فيها يلا خلونا نبلش أول شي منبدأ بسبح حبات من البطاطا حجم وسط منقشرون ومنخسلون ومنقطوهم بالشكل اللي منرغبو هاستخدم هايدي التقطيع بالبطاطا كرمال يبين شكلن بالصحن بس ينسكبو بيطلع شكلن مهضوم وحلو وخلو السماكة متوسطة مش كتير رفيعة هايدي كمية البطاطا اللي طلعت عندي هلأ بدي ملحها وبدي حتلها كمان شوية نشا يعني تقريبا لهالكمية شي 3 ملاعق كبيرة النشا اختياري فيكن ما تضيفوه أنا بحطوه للبطاطا بس بدي هايك كل حبة تكون فاصلة عن الثانية ويكونوا هيك عندن قرشة من بره وقوامون كريمي من جوه منحطهم بزيت حامي لحتى يتقلوا وياخدوا لون ذهبي فيكن تشووهم بالفرن فيكن تحطوهم بالاير فراير فيكن تستخدموا الطريقة اللي بدكن ياها لقلي البطاطا منصفيهم من الزيت ومنحطهم على جنب ومنبلش هلا بالجاج والكرامة عندي هون أربع حبات من الطماطم منحطهم بالخلاط وبدنا نطحنهم بشكل ناعم على جنب عندي 750 جرام صدر الجاج مسحة بمقطع مكعبات وضيفة عليه ملعقة كبيرة خل أبيض ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة صغيرة بابريكا ملعقة صغيرة كزبريبسة نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة كبيرة من لطحين بنخلطهم كلهم مع بعضهم منيح لحتى يمتزجوا بشكل كامل هلأ بالمقلاية عندي بصلة كبيرة مفرومة ناعم ضفت لها زيت وبدأي قليها لحتى تدبل وبس تدبل منضف لها 5 حسوس توم مهروس نقليهم مع بعضهم شوي نرجع منضيفة عليهم الدجاج ومنوزع الدجاج بالتساوي ومنبلش نقلبه لحتى ياخد تحميره ويستوي بس يستوي الجاج منضيفة عليه الطماطم يلي تحناها هيو على نار متوسطة منحط علي ملعقة صغيرة بابريكا ملعقة صغيرة كزبريبسة بالإضافة لملعقة صغيرة من الأوريغانو مع ملعقة صغيرة من الكاري منتركه على نار متوسطة عدة دقايق بس مشان الطماطم تتسبك أكتر تعطينا طعام أطيب آخر شي منضيفة عليهم ملعقتان كبار مليانين معجون طماطم مع رشة من الملح منخلط منيح وبيبقى علينا بس هلا نضيف الكريمة عندي هون 500 ملي من الكريمة بيطلعوا كوبين منضيفهم على خليط الطماطم والدجاج منخلطهم ليمتازجوا بشكل كامل منتركهم 5 دقايق على النار بتتسبك شوي بس ما منشدة عليها لأنه أسا بدأت تشد أكتر بس تتبرد وبتشد بالفرن آخر شي حضيف ملعقة كبيرة معجون طماطم مشان قوي اللون واكيد أنتو حسب الرغبة بتضيفوها وزعنا البطاطا بالتساوي بصينة الفرن ومن فوقها منصب خليط الجاج والكريمة كمان بالتساوي عليها شايفين الساوس بتكمش عندكن أكتر بس تبلش تبرد شوي والسام بالفرن كمان بتشد أكتر كمال هيك ما تشدوا كتير عليها على النار حتى ما تصير تنشف عندكن الأكلة نكهة الكريمة مع كل شي حطينا فيها كتير طالعة مدوزنة وكتير طالعة طيبة وانشاء الله حتعجبكم بس تجربوها آخر شي ححط جبنة موزرينة على الوجه مشان فوتها على الفرن تتدوب وتتحمر تركت ملعة من الصوس مشان حتى على الجبن من فوق بتعطيكم لون أحلى بس تتحمر وهلا منحم الفرن من فوتها بالرف الوسط نار من الأسفل تقريبا 15 دقيقة بس كرمال تسخن وبعدها منحمر من فوق حسب الرغبة وهيك بس طلعت من الفرن شايفين ما شاء الله لونة قدى حلو وصفة كتير ناشحة بتعملكم كمية كبيرة وعفكرة دمج بين الطماطم والكرامة من جديد موجود بكتير أطباق بالمطاعم وكتير بحبه أنا لأنه بيكسر دسامة الكرامة جربوا الأكل واعطوني رأيكم فيها وشالكتير حتعجبكم صحتان وهنا اشتركوا في القناة